اهلا بكم النهاردة معانا red velvet cake او الكيكة المخملية الحمراء ومخمل في اللغة العربية يعني قطيفة متخيلين بقى طعم الكيك هيبقى عامل ازاي والred velvet cake للناس اللي ما تعرفوش عبارة عن كيك ناعم جدا ومفرول وبيدوب في البق بطعم شوكولاتة خفيف ولون احمر والكريمة بتاعة red velvet cake لازم تكون cheese cream frosting او كريمة الجبنة يعني بتكون بتعمل cheese cake وده بقى جمال red velvet cake انه بيكون عبارة عن ترطة بطعم الشيس كيك النهاردة هنعمل الكيك بالتكنيك الاصلي وكريمة الجبنة هتكون فضيعة والميكس كله رهيب متأكدة الوصفة هتعجبكم جدا خصوصا اني مستخدمة بداية الاقتصادية عشان تكون بافضل جودة واقل تكلفة قبل ما نبدأ عايزة منكم لايكات كتير شير لأصحابكم يلا بينا بسم الله والمكونات كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالكوب المعياري بكل البداية البتاعتها واول مكون عندي هو نص كوباية من الزبدة تكون لينة طبعا احنا في الشتاء فلو ستتها بدرجة حارة الغرفة مش هتكون لينة ابدا فبدلها كده يعني دقيقة في المايكرويف تبقى معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبنزل عليها بكوباية ونص من السكر طبعا انتو ممكن تزودوه او تقاليلوه حسب الرغبة هنخفق الزبدة مع السكر بالمضرب الكهربائي لحد ما الزبدة تمتازج معايا بسكر الحبيبات كويس جدا جدا بعد كده هنزل عليها بنص كوباية من الزيت في الوصفة الاصلية احنا بنستخدم كوباية كاملة من الزبدة لكن انا استبدلت نص كوباية من الزبدة بنص كوباية زيت علشان تكون اقتصادية اكتر لو متوفر عندكم زبدة ممكن تعملوها بكوباية كاملة من الزبدة هتكون نتيجتها حلوة جدا وبنخفق الزيت والزبدة مع السكر لمدة ما تقلش عن من سبعة لتمن دقايق لحد ما الخليط يعلى معايا ويبقى هش ولونه ابيض بالزبط كأننا بنعمل اي عجينة بسكوت ويبقى معايا بالشكل ده هننزل عليهم باربع بيضات حجم كبير لو مش متوفر عندي حجم كبير يكونوا خمسة حجم صغير انا بنزل بالبيض بتاعي بالتدريج اول مرة منزلش معايا صفار فضربت البيض بس وهنخفق بالمضرب الكهربائي لحد ما الجزء من البيض اللي نزل معايا يختفي هبتدي انزل بجزء تاني وهكذا لحد ما مع اخر جزء انزل كمان بالفانيلا وده بيكون شكل الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كريمي خفيف وده طبعا لاننا ضيفين كمية زيت كبيرة لو معمول كله بالزبدة هتلاقوا الخليط كريمي زي كريمة الزبدة بالزبط بعد كده هننزل بكباية من الزبادي اللي بيكون حجمها 160 جرام وهنخفق بالمضرب الكهربائي كويس جدا لحد ما الزبادي يختفي معايا بعد كده هننزل بنفس معيار الزبادي لكن بيكون لبن رايب يعني ما يعادل برضو كباية الا ربعة انا بستخدم كباية الزبادي وبعير بيها اللبن الرايب لو مش متعفر عندكم لبن رايب ممكن نستخدم لبن حليب عادي جدا هيبديني نتيجة ممتازة بنخفق كل المكونات السايلة للمرة الاخيرة وده بيكون شكل خليط السايل معانا زي ما انتو شايفين بيكون قوامه يعني تقريبا زي الملكشيك كده دلوقتي بقى هنجهز خليط المواد الجافة انا عندي هنا 3 كبيات من الدقيق لأفضل نتيجة يكون دقيق خاص بالكيك لو مش متعفر عندي دقيق خاص بالكيك بشيل من الدقيق ده معلقة وبضيف معلقة نجا بعد كده بننزل عليهم بمعلقة طعام من الكاكاو الخام بعد كده هننزل بكيس كيك شيف لكن مش هنزل بيه كامل انا هشيل منه معلقة صغيرة وهقول لكم هستبدلها بايه لو مش متعفر عندكم كيك شيف ممكن نستخدم معلقتين صغيرين هرميين من البيكينج بودر هنقلب كل المواد الجافة مع بعض بعد كده هننزل بيها على الخليط السايل لكن هننزل بيها بالتدريج ولازم ننخلها فوق الخليط السايل علشان نتفادى وجود اي تكتلات انا بنزل بكمية وبقلب بيه الوسك اليدوي لحد ما دقيق يختفي معايا بعد كده بنزل بكمية تانية وهكذا لحد ما الخليط يوصل معايا للشكل ده خليط الكيك عندنا بيكون تقيل جدا مش خفيف ابدا زي ما انتو شايفين كده بعد كده هننزل عليه بمعلقة من ملون الطعام انا استخدمت لون جيل بيكون مكتوب عليه سوبر ريد بنقلب خليط الكيك مع ملون الطعام لحد ما يتجانس ويبقى لونه احمر فاتح زي ما انتو شايفين بالشكل ده مش عايزاكم تتخدعوا وتفضلوا تزودوا كل شوية لون لانه الالوان الصناعية لما بتتعرض للحرارة لونها بيغمق فاق الكيك بيدخل بلون فاتح بيطلع من الفرن لونه غامق جدا فانما نوصل للون احمر فاتح بنكتفي بكده واخر خطوة في الكيك بتاعنا بنجيب معلقة صغيرة من البيكنج سودا وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل بيحصل عندي فوران اسناء الفوران ده بنزل بيهم على الكيك بتاعي هقلب بقى البيكنج سودا والخل مع خليط الكيك بتاعي لحد ما يختفي تماما والكيك بتاعي يتجانس وصنيت الخبز بتاعتي مقاس 26 هدهنها دهنة زيت خفيفة جدا جدا وهبطنها بورق زبدة من الارضية ومن الجوانب بي بصب فيها خليط الكيك بتاعي عايزة اقول لكم ان افضل طريقة لتسوية الريد فيلفت كيك هي ان انا بقسم الكيك بتاعي على حسب عدد الدسكات اللي انا عايزاها يعني لو عايزة التورتة بتاعتي دسكين او تلاتة بقسمهم على صواني وبدخلهم الفرن علشان ياخد فترة قليلة في التسوية ما يطولش عندي في الفرن ويطلع ناعم اكتر وبيدوب في البق بطريقة فضيعة وللأسف انا مش متوفر عندي كيكزة الصينية بنفس المقاس 26 فعملت الخليط كله في صينية واحدة لكن بأكد عليكم انه افضل نتيجة بتكون ان انا بقسم الخليط على كيك صينية بسباتيولا بنساوي الكيك بتاعنا كويس جدا بعد كده بخبط الصينية بتاعتنا كده كمخبطة علشان اتأكد ان مفيش فيها اي فقاعات هوا كبيرة وبدخلها فرن يكون مسبق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط بياخد تقريبا ساعة وعشر دقايق لساعة وربع انه زي ما شفته الخليط تقيل ودرجة حرارة 180 يعني يكون حرارة وسط ولحظوا معايا ارتفاع الكيك زي ما انت شايفين هو لنص الصينية بعد ما الكيك استوى معانا بقى لاخر الصينية شايفين الكيك ارتفع ولونه اغمق وبقى حلو جدا والافضل نتيجة لتقطيع الكيك يفضل ان انا اسيب الكيك بتاعي يبات لمدة ليلة بعد كده ابتدي اقطعه انا عندي هنا الجزء بتاعي الارضية بيكون لونه اغمق شوية من لون الكيك لانه طبعا ده بيكون متعرض للحرارة فانا بقشر الارضية بتاعة الكيك وكمان بقطع الجوانب كده بالسكينة علشان يبقى القلب بتاعي هو اللي موجود جوه الكيك وانا استخدمت منشار الكيك عشان اقطع الكيك بتاعي لديسكات وازبطته عند العلامة رقم اتنين وقسمت الكيك بتاعي لتلت ديسكات والجزء اللي فوق خالص هو اللي عملت منه القلوب اللي استخدمتها في التزيين شايفين ديسك الكيك قد ايه مرن وطاري جدا معايا ودي كده الدسكات بتاعتي بعد ما قطعتها شايفين فظيعة طرية وجميلة جدا دلوقتي بقى هنجهز شيز كريم فروستنج او كريمة الجبنة انا عندي هنا اي نوع جبنة كريمي تفضلوها لكن لازم تكون بدون اي ناكهات وبطعم القشطة بضيف 350 جرام من الجبنة الكريمي بعد كده هنزل عليها بتلات تربع كوباية من السكر البودر وهخلط بسباتيولا الجبنة مع السكر كويس جدا انا مش عايزة اضرب الجبنة بالمضرب علشان ما تفصلش مني لما الخليط يمتازج معايا كويس جدا هنزل عليه بوحدة زبادي 160 جرام بخلط الخليط بتاعي كويس جدا جدا وكده خليط الجبنة بقى جاهز عندي دلوقتي بقى هنجهز الكريمة في الوصفة الاصلية المفروض نستخدم كريمة خفق لكن انا استخدمت البديل الاقتصادي لها وهو الكريم شونتي هنعمله بالطريقة العادية جدا عندي كوباية ونص من الكريم شونتي الخام البودر كمان عندي نص كوباية من سكر الحبيبات والسكر بيكون حسب الرغبة يعني ممكن نزوده او نقلله براحتنا جدا بضيف عليهم كوباية وربع من المية المتالجة وبعد كده اثناء الخفق ضفت لهم كمان ربع كوباية يعني المجموع كوباية ونص بنخفض كل المكونات دي لمدة سبع او تمن دقايق لحد ما الخليط يعلى معايا ويبقى كريمي ويبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده واحنا عايزين الكريمة بتاعتنا تكون كريمة تقيلة لاننا لسه هنضيف عليها خليط الجبنة وده بيكون سايل شوية فالاتنين يعادلوا بعض ويعملوا لي قوام كويس وعلى الكريمة المخفوقة بتاعتنا بننزل بخليط الجبنة كلها وبالمضرب بتاعي على اقل سرعة بخفقهم لحد ما المكونات بتاعتي تتجانس كلها ويبقى معايا بالشكل ده وهنا عندي عصير لمونة كاملة بضيف عليها نص معلقة صغيرة من الملح وبقلبهم كويس ببعض وبعد كده بضيفها على خليط كريمة الجبنة اللي احنا جاهزناه وما تقلقوش ابدا طعمها مش هيغير خليط الجبنة او كريمة الجبنة الملح هيظهر طعم الجبنة اكتر واللمون هيديه للكريمة كده طعم صور او طعم حامض هيخليه حلو جدا واللي الان من الخطوة دي ما يعملهاش لكن جربوها وعلى ضمنتي وده بيكون شكل كريمة الجبنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كريمة تقيلة ونعمة جدا وفي نفس الوقت طعمها خرافي دلوقتي بقى هنركب الترطية بتاعتنا على بورد التقديم هضيف كده جزء بسيط من الكريمة علشان الكيكة ما تتحركش من عليها بعد كده هضيف اول دسك من الكيك بعد كده هنسئل الكيك بصيرف خفيف كباية مية مع نص كباية سكر ويبسيبهم على النار يغلو وبعد كده لما يبردوا بسقي بيهم الكيك بتاعي انا بسقي الكيك بتاعي بسيط الريد فلفت يعني مش بيحتاج انه يتسق كتير وبضيف الكريمة بتاعتي عليه يعني بحاول ان هي تكون بشكل متساوي علشان تعمل لي طبقة متساوي بنفردها بسباتيولا علشان نسويها بعد كده بنزل بطبقة الكيك التانية وبنفس الطريقة بنسقيها سيرف خفيف وبعد كده بنحط طبقة كريمة ودسك الكيك التالت بعد كده بنضيف طبقة كريمة بسيطة جدا بنفردها على الطبقة الاخيرة وعلى الجوانب الكيك ودي بتكون فايدتها ان هي بتلملي فتفيت الكيك وبتمنع فتفيت الكيك ان هي تظهر اثناء التجليس النهائي وبنفس الطريقة زودت الطبقة الاخيرة من الكريمة على الجوانب وعلى وش التورتوية بتاعتنا او وش الريد فلفت كيك بتاعتنا وبسباتيولا كده بنحاول نسويهم يعني مش لازم اسويهم كويس قوي او باتقان قوي لانه بنداري الجوانب ببواقي الكيك وكمان الوش بتاعنا بنزينه بقلوب وكريمة فمش بيبان بانه جزء كبير وده الجزء الاخير من الكيك اللي قلتلكم هقطع منه قلوب الكيك زي ما انتوا شايفين بقطعات على شكل قلب او اي شكل انتوا تفضلوا وبقطعها بالشكل ده عملت تمن قلوب صغيرين وقلبه متوسط بواقي الكيك بفرقها بقى بايدي علشان انا عامها لو عايزينها نعمة جدا ممكن نعملها في الكبه انا بصراحة كنت مستعجلة ففرقتها بايدي يعني كانت حتت كبيرة شوية بسباتيولا بناخد فتفيت الكيك وبنحطها كده على جوانب الترطة لحد ما نغطي الجوانب كلها وتبقى معايا بالشكل ده بنرس القلوب بتاعتنا القلب الكبير فالنص والتمن قلوب على اطراف الترطاية بتاعتنا وممكن نسيب الكيك بتاعنا بالشكل ده لكن انا حبيت ان انا ازود التزيين بتاعه فاخدت جزء من الكريمة حطيتهم في كيس حلواني واستخدمت التب على شكل وردة صغيرة وحاولت كل القلوب بوردات الكريمة واستخدمت بيرل فضي صغير لتزيين وردات الكريمة او اللي بنسميه لولي الغريبة وبقت معايا بالجمال ده تزينها فكرته بسيطة جدا ورقيق وزي ما انتم شايفين كده مبهر شايفين طبقات الكيك واضحة ازاي الكيك مش مهري القطعة كده واضحة والطبقات واضحة بجد حلو جدا شايفين جمال القطعة كده بعد ما قطعناها كمان بقى مش قادر اقول لكم على طعمها رهيب متأكدة لو جربتوها هتعجبكو جدا وهتعتمدوها هستنى تطبيقاتكم اللي بتسعيدني دايما على صفحيتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة لو عجبكم الفيديو عايزة منكم لايكات كتير شير لاصحابكم واستنى رأيكم في التعليقات لانه اكيد بيسعيدني استنوني في صفات حلوة كتير شكرا لكم حبا صار وقت